مشاهدين وانتقالا إلى ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربعقر لصناعة القادة والمبتكرين الذي نظمت البرنامج الصيفي صيف كويانا مع مختلف الأنشطة والتي ضمت ورشة السينما وصناعة المحتوى في ناشئة مدينة كلباء لتفصيلات أكثر نتابع هذا التقرير مع زمين نجاسم المراشدة ونعود لكم يا مرحبا بكم معزان المشاهدين من مدينة كلباء وبالتحديد في ناشئة كلباء التي أطلقت فعالية صيف كويانا لتلم بمهارات الناشئة وتعززها في بيئة ملائمة لتفاصيل أكثر خلقكم ياعي نظمت ناشئة كلباء التابعة لمؤسسة ربعقرن في صناعة القادة والمبتكرين فعاليات تحت عنوان صيف كويانا التي تضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج النوعية وذلك منذ الثامن عشر من شهر يوليو وتستمر حتى الثامن عشر من أغسطس الجاري وتستهدف الفعاليات جميع النشأ من سن الثالثة عشر عاما إلى الثامنة عشر واليوم نحن في ناشئة كلباء في ورشة النحة على الحديد نسوي ويد أشياء مثل إكسسوارات وأشياء ويد مثل هذه القطعة شتغلنا عليها ثلاثة أيام وفي ويد قطعة زيادة مثل هذه القطعة لكن هاي شكل بسيط بس تحقق الفعاليات التي تطرحها الناشئة الفائدة والمتعة إذ يشرف عليها كادر متخصص ومؤهل في مختلف البرامج ويعمل على رفع مستويات المشاركين طوال مدة الفعاليات في المجالات المختلفة سواء العلمية والإبداعية أو الثقافية والفنية أو الرياضية نعمل في منشط الرسم على اللوحات الهندسية مثل اللوحات الثريدي والرسم المعماري وجه رسالة لجميع الشباب أن يأتوا إلى هذا المنشط لرؤية اللوحات الجميلة تهدف ناشئة كلباء إلى تحقيق التكامل بين مؤسسات ربع قرن من خلال تصميم وتنفيذ برامج وأنشطة وفعاليات تستشرف المستقبل لاكتشاف وتنمية واستثمار طاقات ناشئة في بيئة إماراتية محفزة على الإبداع والابتكار لبناء أجيال واعية ومؤثرة فعاليات ثقافية تدعم حراك الثقافي لإمارة الشارقة لتأهيل جيل مثقف بشتى المجالات لبرنامج صباح الشرقية جاسب المراجدة من ناشئة كلباء وأنا أيضا أضم صوتي لصوت الناشئة في هذه الفقرة أو هذا التقرير بحيث أيضا ندعو جميع الناشئة بالانتساب لمثل هذه المراكز لما لها من أهمية كبرى سواء كانت في اكتشاف المواهب والليه موضوع حلقتنا اليوم وأيضا صقلها إذا مشاهدين لكل فرد يأتي على هذه الحياة اهتمامات ومواهب يبدع فيها وقد يعتقد بعض الأهالي أن دورهم في التربية يقمن في توجيه أطفالهم بالسلوكيات الصحيحة فقط ولكن هناك مواهب لكل الطفل يجب اكتشافها وتنميتها وصقلها فكيف يمكن اكتشاف مواهب الطفل والتعرف عليها هذا ما سنتناوله مع الدكتورة القيح حسين محمد اختصاصي تربوي وأسري صبحت الله بالخير دكتورة صبحت الله بالخير والنور وسرور يا مرحبا رجيانا الله يحييت يا رب نحن اليوم أو الآن في العطلة الصيفية نعم وشاهدنا قبل قليل هذا التقرير الذي يتحدث عن مراكز ربع قرن في إمارة الشارقة موضوعنا اليوم المواهب نعم في البداية يعني دكتورة ما هي الموهبة نعم أو الطفل الموهوب بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا نحن بداية السنة الهجرية الجديدة كل عام وقناتنا ومشاهدينا وطاقم كامل بألف خير ويا رب تكون سنة سعيدة وسنة كلها إنجازات وراء إنجازات ونجاحات وراء نجاحات إن شاء الله ومبروك علينا الخير والبركة والمطر وربي يرزقنا خير إن شاء الله ويكفينا شر ندخل في موضوعنا وهو المواهب الموهبة هي لو أخذنا الجانب اللغوي وهبة معنى العطاء بلا مقابل اللي هو الموهبة أخذها من كلمة وهبة اللي هي عطاء بلا مقابل واصطلاحا موهبة هي امتلاك الفرد لقدرات ليس من الشرط تكون ذكاء قدرات تجعله متميزا أو متفردا عن غيره من أقرانه وهذه القدرات تجعل هذا الشخص يشعر بفخر بامتلاكه هذه القدرة وتعزز ثقته بنفسه أمام مجتمعه هذه هي بالنسبة للموهبة كيف يتم اكتشاف هذا المواهب؟ قرأت في أحد الدراسات دكتورة أن اكتشاف المواهب من العمر أو منذ الولادة وحتى الخمس سنوات نعم حقيقة يعني هذه لها دور كبير أيضا ممكن بنسبة 90% نعم صحيح فلو نتحدث أيضا عن اكتشاف المواهب بنسبة للأطفال فعلا هي الموهبة أصلا سادة عايشة طفل ينولد فيها وعنده الموهبة موجودة في شخصها بنسبة 90% فما فوق يعني تخيل موهبة ينولد أصلا موجودة موجودة في كل طفل يعني النسبة تعتبر عالية وعالية جدا وبعدين مع مرور مرحلة أو مع مرور السنين تبتدي هذه الموهبة يأما ترتفع يأما تقل هذا دور من دورنا طبعا تبتدي نعم ولي الأمر وبعدين بالمجتمع المحيط لكن الأساس طبعا اللي يحتكون فيه هذا الطفل بشكل مباشر هم أولياء الأمور سواء كان الأب أو كان الأم أو كان حتى الأخوة أو كل الأفراد المحتكين بهذا الطفل فهم لهم الدور الأكبر كدعم لهذه الموهبة أو للأسف تحطيم هذه الموهبة طيب كيف يتم اكتشاف هذه الموهبة خاصة أن هذا الطفل صغير بالسن رضيح يعني نقدر نقول دكتورة كيف نكتشفها طبعا بالملاحظة لما نلاقي الطفل عنده قدرات الثناء الناس ملاحظين أن هذا الطفل فعلا عنده هذه القدرة مختلفة فلاقي الناس يتنونه ما شاء الله عنده هذا الشيء متميز فيه هذه أول بادرة نعرف أن هذا الطفل بيطلع موهوب ثاني شيء لما ألاقي هذا الطفل عنده موهبة أكبر من عمره أشوف مثلا في مرحلة معنا الطفل يتعلم القراءة لكن هذا الطفل سبك أقرانه اللي قال ما شاء الله يقرأ ويقرأ بأتقان هذا معناه طفل هذا موهوب فأنا أبتدي أنا أركز معه وأستغل هذه الموهبة كذلك الأطفال الموهبين ما نلاقيهم يندمجون مع الأطفال اللي في عمارهم لا يطالعون مثلا طفل أكبر عنهم يعني ما نستغرب من هذا الشيء أن الطفل عمره ثلاث سنين يدور يصادق مثلا حد عنده ست سبع سنين طفل اللي عنده سبع يصادق حد عربع طاشر خمسطاشر سنة هذا بالعكس يعني أن يشوف عنده قد عقليته ما تتماشى مع اللي في عمره تتماشى مع اللي أكبر فهذا الطفل عنده موهوب فأنا من هنا أبتدي أن أركز عليه وأبتدي أن أنا أنمي هذه الموهبة وألحقه في مراكز الموهوبين كذلك الفضول الحاد فيه فضول شديد حسي حاد يمكن يوصلنا لمرحلة أن نحن التدمر في بعض الأحيان خاصة من ناحية الأسئلة هذا بالعكس أبدا ولا أشعر في لحظة من اللحظات أن أنا متذمرة من أسئلتك أن أخفف أسئلتك بالعكس حتى لو من داخلي مش متحمل لا أعطي لهذا النطبع ولا أعطي له الشعور ممكن أكسره أكسر موهبتها و أقفها أقلبها من شخص موهوب لشخص مدمر نهائيا محطم فبالتالي لما أعرف أن هذه من صفات الموهوبين خلاص من هنا أعمل لابد أن يكون عندي نوع من الكنترول في التعامل مع طفلي إذا هو عنده أجاوبة وإذا مثلا ما قدرت أجاوب على سؤال في أشياء معينة إذا دخل في التفاصيل مش لعمرة أقول له حبيبي أشياء التي تخص الأكبار بنخليها لحق الأكبار نحن نتكلم في مجالنا نحن في أحمارنا نحن وأشياء الثاني مثلا في أسئلة أنا ما بغي أجاوب فيها في الوقت الحالي أقول لا أعتذر بهدوء لباقة أن هذا السؤال بنخليه بنجاوب عليه بعدين الطفل ما شاء الله يتفهم ويتفهم بشكل كبير وكذلك يراعي حتى لو أنا بطريقتي أم أوجهه أن شيء أسئلة تخص الأكبار خلاص أسئلة أنا بجاوبك فيها لكن بعدين إذا كنت منشغل أو مضغوط أو في مشكلة أو نفسيا أموري متمام بدل ما أرد علي رد قاسي مثلا حتى لو عنده شيء رسمة معينة عنده شيء اخترح شيء معين أنت شيء معين يبغي يراويني وأنا ممكن مش في الموت أو أنا مثلا في مشكلة ما مش ما رح أرد علي مش الوقت المناسب مش الوقت المناسب أبدا ما أكثر الحاجز حتى لو قلت له كلمة بسيطة الله حلو وأنا عقلي مش وياه صدقيني هالكلمة تفرق مع الطفل صحيح وما يركز أن أنت عقلك وياه بس مجرد طلع منك الله حلو خلاص خذها الكلمة خذها أمرها وراح شوفي الله حلو هذه دفعة تعطت لها دافع للأمام أكثر فهذا اللي نحن نبغي ليش لأن سادة عايشة أصلا الموهبة هي اللي تصنع مستقبل هذا الطفل ومستقبل هذا الطفل هو مستقبل دولة مستقبل دولة مستقبل بلاد وبالتالي أنا اليوم لما خلال من خلال حتى أنا شنو أبغي أزرح في هذا الجيل أو هذه الأطفال من خلال حتى المراكز هذه اللي نحن تكلمنا عنها توفر أنا مثلا شنو احتياجات الدولة مثلا في مجال الفضاء في مجال الهندسة الصناعية مجال الهندسة التقنية أي مجال نحن محتاجين نبتكر نخترع مجال الطيران نبتدي نأسس فيه وطبعا كل طفل على عمره يبتدي عند هذا الطفل يبتدي يدخل في ورش يدخل في دورات يشوف يلاحظ يبتدي هذا الشيء عنده يكون راكز في العقل اللواعي فأنا قاعد أسس جيلي أنا شنو وبالتالي أستاذ عايشة نحن نلاحظ فترة من فترات قاموا مثلا الطلاب من دخل أو الجامعة أغلبهم شو تخرجوا حتى صار ممكن اكتفاء تخصص إسلامي أو عربي ونلاقي مثلا حتى في سوق العمل اكتفاء يعني ما حتى موسطهم مرحلة ممكن ما حصلوا شواغر بدأوا يأخذون دورات في مجالات ثانية عشان يغيرون تخصصهم أو مجال عملهم ليش؟ لأنه ممكن هالفترة كان اعتماد وشيء جدا ممتاز نحن كنا نعتمد هالفترة على مثلا تعليم أبناء للقيام تحفيظهم القرآن تعليمهم هذا بس ما كنا نهتم في جوانب أخرى أو نقدم لهم أشياء ثانية تنمي هذه الجوانب بداخلهم الحمد لله اليوم انتشرت المراكز وانتشرت بشكل كبير وبالتالي أنا أحرص على أن فعلا أزرع الجانب الديني والأخلاقي في أبنائنا يكون جانب أساسي وأضيف لهم شنو احتياجات الدولة شنو نبغي الجيل يطلح شنو السوق محتاج حتى مستقبلا أزرعه فيهم بحيث أن هذا الطفل طالع متسلح بعلمه بدينه بعلمه بقيمه وعنده موهبة كبيرة فادته كفرد وفاد بالتالي مجتمعه وغطه حتى احتياجات السوق يعني شوفي الموهبة مداها مش على المدى البسيط إنه مجرد أدى شي ولا نحن مثلا صفقنا له أو كرمناه أو شهادة أو خذ درع وغيره الموضوع ما وقف عند هذا الحد الموضوع أنا صنعت صنعت طفل موهوب اهتمت بموهبته وانتجته لهذا المجتمع نعم دكتور يعني أثناء حوارت شطرقته لنقطة جدا مهمة واللي هي إلزام الأهالي لمواهب معينة نعم يعني كنا في يوم الأيام في مراكز الطفل ونرى بعض الأهالي ممكن يجبرون أطفالهم اللي ميولهم في التربية الرياضية حيلا في الألعاب تكون لكن يجبرونهم على أقسام أخرى نعم نعم فلنو نتحدث أيضا عن هذا النقطة أو هذه النقطة أو هذا الجانب تمام الموضوع الإجبار هذا من أخطر الأمور اللي ممكن يجنيها أولياء الأمور في حق أبنائهم قد يكون مثلا السبب أن هذا المتاح أمامهم ما في بدايل بالنسبة لإمكانيات ولي الأمر أنه مثلا يودي سواء بعد المكان بعد المسافة أو غيرة أو الاعتبارات أخرى فأنا أجبر على شيء معين أو أن أنا كولي أمر أنا حابب ولدي يدخل هالمجال لكن ما فكرت ولدي أو بنتي مثل ما أنا حابة أو لا فهذه وعدة اعتبارات أخرى فهذه الاعتبارات لابد أن أخذها بعيني الاعتبار وحطها في صلب الموضوع كله إنما الإجبار هذا في فترة من الفترات هذا الطفل للأسف ما رح يستفيد بيطلع أنه بعد فترة حتى لو نجبر ونسمع الكلام لكن طالع بعد فترة كارة لهذا نعم لهذه الموهبة التي نجبر عليها أو لهذا أنا أريد مثلا أدرب عيالي أو أدخلهم في هالمجال فإذا حبيت هذا سلوبي أنا في الأقناع أنا نجحت يا إما ما نجحت نجحت بيكون ممتاز ما نجحت عندي أكثر من أساليب أدخل يعني أدخل حد وسيط يحب هذا الطفل يتكلموا سواء من الأهل أو من مدرسة نفسها أو من أي مجال كان أو من المركز نفسه مثل دورة تعريفية أو كذا أنه في هالمجال شديد 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 وإيجابياتها ونحن إذا دخلنا هالمجال فنوع من التحبيب حتى من المركز نفسه لأنا بلحقة ممكن أنا أكلمهم أنه ولدي أنا حابة يدخل بس هو رافض أو بنتي حابة تتعلم هذا شيء بس يرافض طنة فأنا أريكم أنتو دوركم تقنعونهم وشنو بعدين هومين يسمع بيحس أن الأمور هذه يتلى بصورة مشوقة دافعية كبيرة هنا بيبتدي يغير وجهة نظرة وإن شاء الله بنجح في هذا الشيء لكن بشكل أو بآخر يعني نبتعد كل ابتعد أن أنا أجبر هذا الإجبار لا في مصلحتكم ولا مصلحت هذا الطفل إلا إذا أنا كنت شاطر في الأقناع أقناعت هنا أنا نجحت طيب ما هي مجالات الموهبة مجالات الموهبة يعني لها عدة أنواع أو شكال ممكن مثلا المجال العقلي الطفل نلاقي ما شاء الله عنده سرعة في الذاكرة تفوق عن أي أحد آخر من أقرانه يحفظ بكمية أكثر لو مثلا حطي الطفل في نفس عمره يمكن هذا تفوق يمكن أضعافه مرتين ثلاثة يمكن أربعة عنده موضوع مثلا القيادي لو خذنا الجانب القيادي يكون عنده تلاقي طفل يتحمل مسؤولية مش عنده ذاك الشعور اللامبالي في بعض الأطفال تلاقي يوم عندهم اللامبالة في تصرفاتهم تحمل المسؤولية لديه نعم تلاقي بقيت مع عمره صغير لكنه ما شاء الله قيادي يلاقي يتوجه مثلا حتى لو أنت ما وصيتي على أخوانه وأنت غبت شوية هو نفسه تتفاجئين أنه قاعد يؤدي دوره كدور الأم نعم أو دور الأب فتخيلي يعني بعض الأطفال يمكن ما نحتك حتى في أبوه مثلا العظم المسؤولية أو انشغال أغلب الوقت أو مجال عمله أنه مثلا متغيب شكل كبير عن البيت لكنه سبحان الله تحسي ناشو عنده مثلا ستة ثلاثة سنين عنده غيرة على أهل بيته تخيلي طفل في هالعمر وتلاقي عنده هذه الغيرة على أهل بيته تقولي سبحان الله من وين يعني يتله هذه فطرة وهذه من فطرة وتحسي فطرة من شيء موهبة أن ولدت معه فأنا دوري ما أكسرها هنا أنا شنو أرفعها نعم أنا مياه كذلك بأن لاحظ الموهبة الحركية مثل مثل ألعاب الرياضية هذه وغيرة يعني ألعاب الرياضية لها عدة أشكال أي شيء لها علاقة بالحركة كذلك الصوتية يكون مثلا عنده حب الإلقاء حب الخطابة عنده مثلا استرسال الدرجل هذه كلها أنمي فيه يحب مثلا عنده إنشاد قراءة القرآن بصوت جميل يعني حدا نلاقي أطفال صوتهم يوازي صوت ما شاء الله قمة من المشايخ اللي هم معروفين فتتفاجئين يعني سبحان الله كيف هذا الطفل في هذا الأمر الصغير ووصل هذه موهبة لابد أن أنا محتاج مني أن أنا أنميها مش أقوم أن أنا مثلا أتجاهلها التجاهل أكبر من أكبر المصائب أو أكبر الأخطار اللي أنا ممكن أدم سرسيها نعم يعني ممكن أنا ما أجرحها أو ما أكسرها أو لكني تجاهلتها يعني كل ما منتظر مني ردة فعل معينة ما حصلها كل ما يعني يبغي يلفت نظري وأنا ما احتميت لفتة النظر هذه ممكن ما يعبر ولا يتكلم بس يرجع مكسور الخبر جميل طيب تم اكتشاف هذه الموهبة نأتي إلى تنميتها نعم كيف يتم أو تتم تنمية هذه المواهب سبل الأطفال طبعا أنت بداية لابد تكون في حوار وحديث مع هذا الطفل نعم وأن مثلا أنا لاحظت الموهبة هذه عنده ممكن هو الطفل اعتبرها مثلا شيء من مكنونة الشخصية من تركيبة الشخصية هذا الشيء طبيعي عنده وشايف أنه شيء طبيعي لكني أنا لأنه كبير فأنا شايف أنه هذه موهبة وفعلا كل الدلائل تأكد أن هذا الطفل موهوب فأنا محتاج أن أنا أنميها وبالتالي أتكلم ويا أحاورة وأحسسها بقيمة الموهب سواء كانت موهبة أو أكثر الموهب التي تمتلكها وأن هذا شيء عظيم هذه نعمة من رب العالمين رب العالمين ميزك وخصك فيها ودائما أربطها أن هذا فضل ونعم رب مهم جدا لما أحسسها لأنه حس قيمتها وما يفي يوم من الأيام حس أنه يمتلك شيء عادي نعم يمتلك هذا الشيء على فكرة لا تأثير وتأثير كبير في النفس يوم أحسس الطفل أن هذا الشيء رب العالمين خصك في هذا الشيء دون عن أي حد في مثل عمرك نعم أو وحتى ممكن دون حتى من أخوانا بس بعد أتم محترس أنه في المتعريقة التعامل ما أميز عن أخوانا حتى لهما هوب أعطينا قدرة وتقدرة ومكانته لهذه الموهبة لكن مش لدرجة أننا أقل من أخوانا إذا هم أقل منا في الموهبة ولا لدرجة أننا كل ما سوى شيء يقول له هيا ترى أنت سويت هذا الشيء لأنك موهوب أتعامله عادي نعم هذا الشيء ممكن يخليه يكره الموهبة اللي فيه أو يصاب بالغرور في بعض الأحيان يعني دفتورة هي بتنقلب لتنين أنا ما أحاول أشجعها بس ما يزيد شفح سبحان الله لا يطغفوك أن أنا أثني عليه وأقدره بس ماي مقابرة بحدود نعم وما أتجاهلها أو أقلل منها لأساس أنه أقول في نفسي أنه ما يصاب بالغرور في بعضهم للأسف يتجاهلون خوفا أنه يصاب بالغرور صحي هذا خطأ هذا دمرنا الطفل بعد متى أنا أتجنب هذا الشيء إذا شفت الطفل بدأ يفقد ثقة بنفسه هنا أعطيه له دافع بزيادة متى أنا أبتدي ما أعطيه له دافع بزيادة أخلي متوازن أو أقلل عن توازن بنسبة بسيطة إذا حسيت في عنده نوع من الغرور حتى أنه ما يفقدها لأنه إذا وصل للغرور حتما في يوم الأيام رح تروح صحيح وإذا انكسرت بعد رح تروح فأنا ما أبغي هذا يصير ولا ذاك فأكون متوازن أكون في الوسط كذلك بالنسبة لأن كيف أنميها الحاقهم بمراكز الموهوبين الحمد لله في الدولة في عدة مراكز موهوبين وأنا أدور عليها مشكلتنا نحن أستاذ عايشة يمكن أن نتكاسل أن نحن نحن نتعامل ويأمل أن موضوع الطفل مو بس قرص قيم الطفل مو بس تعديل سلوك الطفل مو بس بوديه مدرسة تلقي مثلا نعم هذه موهبة رب العالمين أعطى لطفلك ميزك فيها معلش اتعب شوي دور على المركز الموهوبين الحقه تعب في بدايته لكن بعد ذلك رح تشوف النتائج المبهرة محتاج تكون فخور في هذا الطفل والدولة محتاجة مثل هؤلاء الأطفال تنمي هذه الموهبة طيب دكتور قطعت رمب ستش بالخير قبل قليل شاهدنا زميد جاسم في هذا التقرير الذي يتحدث أيضا عن دور مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة ومتكرين صحيح ولله الحمد نحن في عاصمة الموهوبين وداعمة دائما للمواهب حقه فلو نتحدث أيضا عن دور مراكز الطفل الناشئة سجاية فتيات سيدات يعني كل فئة عمرية لديها أيضا مراكز تحتضنهم وتدعم مواهبهم وتسقلها وهذا الحلو يعني ما شاء الله في الإمارة إمارة الشارقة يعني الله يطول في عمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يعني أنا ما شفت اهتمام بالموهبة ومجزة يعني كل مركز مهتم بجزئية معينة كل فئة عمرية صحيح بفئة عمرية ونوع الموهبة تلاقي مثلا كل مركز مهتم بنوع موهبة تختلف عن مركز ثاني يعني تحسي كل مركز مثلا متركيز على شيء معين حسيت طفلي هذا الشيء بيكون نوعية العطاء أكثر على طول بلحقة فيها المركز بما يتناسب مع عمره بما يتناسب مع نوعية الموهبة اللي هو يمتلكها حتى في الأشياء التراثية كذلك حتى يعني تهتمين أشياء أجدادنا حتى هذه نوضع لها مركز خاص يعلمون أطفالنا من بنات من الصغر ومن هذه الأمور والحديث لا ينتهي في هذا الموضوع نعم هذا الطفل وبناء المجتمع يعطيك العافية شكرا جزيلا جساد عيش إذن مشاهدينا من بعد هذه الجعبة المليئة بالتقارير المميزة وضيوف الكرام وصلنا لختام حلقتنا على أمل لقاء بكم يوم غد بحلقة وموضوعات جديدة إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا عيش الأنصاري وتحيات جميع طاقم العمل وفي أمان الله